قصة اليوم هي قصة إسلام الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري والحقيقة دي بدأت قبل ما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر الغفاري يعبد صنم يسمى نهم وكان يدع له الطعام وينصرف وفي يوم من الأيام وضع القليل من اللبن وهم بالانصراف وبعد برها من الوقت التفت إلى الصنم فوجد شيئا عجيبا وجد كلبا يشرب اللبن ثم يبول على الصنم تعجب أبو ذر غاية العجب مما رأى وذهب إلى زوجته أم ذر فأخبرها بالقصة فأنشدت هذه الأبيات ألا فبغنا ربا كريما جوادا في الفضاء ليابن وهب فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب ومنذ هذه اللحظة قرر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه ترك عبادة الأصنام وفي يوم من الأيام سمع عن رجل يزعم أنه نبي في مكة طلب أبو ذر الغفاري من أخيه أنيس أن يذهب إلى مكة وينظر في شأن هذا الرجل ذهب أنيس إلى مكة واستمع إلى الرجل وبعد فترة عاد إلى أبو ذر الغفاري وأخبره قال إن هناك رجلا يأمر بالخير وينهي عن الشر ويقول قولا ما هو بالشعر قال أبو ذر الغفاري لم تشفي لي من الخبر فأعد قليلا من الطعام والزاد وانطلق إلى مكة المكرمة يحاول أن يبحث عن هذا الرجل ذهب إلى المسجد الحرام وأخذ يشرب من ماء زمزم ظل أبو ذر الغفاري في المسجد الحرام فترة من الزمن حتى جاء إليه علي بن أبي طالب قرم الله وجهه فاستضافه في بيته كان أبو ذر الغفاري في الليل يقيم عند علي بن أبي طالب وفي النهار يذهب إلى الكعبة المشرفة وفي يوم سأل علي بن أبي طالب أبو ذر الغفاري عن سبب قدومه إلى مكة فقال له إن كتمت سري أخبرتك فقال نعم قال أبحث عن رجل يزعم أنه نبي فقال علي بن أبي طالب قد رشت قال له علي بن أبي طالب اتبعني وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر الغفاري أعرض علي الإسلام فلما عرضه عليه أسلم من فوره قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقال له أبو ذر الغفاري والذي بعثك بالحق لأسرخن بها بين أظهرهم وذهب إلى المسجد وقريش جالسون فقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام إليه رجال قريش يضربونه ضربا مبرحا حتى أتى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ويلكم أتقتلون رجلا من الغفار وعليه تمر تجارتكم فانصرفوا عنه وفي اليوم الثاني عاد أبو ذر الغفاري وفعل مثل ما فعل في اليوم الأول ولم ينقذه منهم إلا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قصة إسلام أبو ذر الغفاري قصة جميلة جدا تذكرني بالحديث القدسي الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم جزاكم الله خيرا نحس الاستماع ويريد كلنا ننشر قصة إسلام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه